ومشا لو لك راح هتمد معانا يعني بس احمد ميكي موسل جميل جدا وعبقاري برضو وميكي بالمناسبة لأ فنان شامل لقيت نفس المهنة بتتكرر در تاني في فاتن أمل حرمي ولكن الشخصياتين مختلفتين تماما على النقيد تماما دي قضية ودي قضية تادية خالص موسيقى لا يا فاتن ولا يولا وعبقاري شعلان ان هو تريد له حاجتين في شهر رمضان الحمد لله يعني ولا متعود على ده من زمان يعني لو جيت تتبعتي رمضان السنين اللي فاتت هتلاقيني بنزل بشخصيتين شخصية مختلفة عن الشخصية التانية يمكن السنة اللي فاتت بس نزلت بمسلسل واحد اسمه بين السماء والأرض لان كانت الشخصية محتاجة تركيز فانم مينفعش ان هو يبقى فيها شخصية تانية انا معاها بتزحمها في نفس السيزن لان هي كانت معتبضة على الجانب النفسي والجانب التراشدي اكتر من الجانب الكوميدي وكان فيها نقلة خلعان جلد يعني زمانيول او تعيير جلد زمانيول لكن الحمد لله رب العامين انا عملت شخصيتين السنة دي شخصية فايز مدرس الرياضة وشخصية شكيم الاسكندراني محامي في مسلسل فاتن عام الحربي الحمد لله الشخصيتين الناس عجبتهم وقلقيت في صدق او في ربوط افعالي عام الشخصيتين الناس لحظة الاختلاف ان ده مهنة وده مهنة تانية خالص ده كاركتر وده كاركتر تاني فالحمد لله يعمل الواحد اقدمني وعملتهم اللي حمسني في اللي انا اقدم شخصيت المحامي وجود تحدي بالنسبة لي اللي انا اقدمت شخصيت المحامي دي قبل كده في مسلسل مأمون وشركاء بطولة الميجاستار عاد الامام وكانت الشخصية اسمها راضي عبد الامام المحامي لقيت ان نفس المهنة بتتكرر تاني في فاتن امل حربي ولكن الشخصيتين مختلفتين تماما على النقيد تماما دي قضية وده قضية تادية خالص مكانية ان انت تعملي دور مختلف عن الادوار اللي انت تعمليها قبل كده فده برضو مختفز فنيا بخلاف ان الورق مكتوب بطريقة كويسة جدا الشخصيات مرسومة تاني تالت حاجة ده مش التعاون الاول مع ماندو العدل فبالتاني فيها تغيير برضو عن الكاراكتر اللي كنت عامله السنين السنة اللي فاتت اللي هو جلدة بالوفا فلاقيت ان ده ممكن يكون حاجة كويسة جدا خليني اعمل الدور ده بخلاف ان انا انا احب ان ان اللي كريم عموان كممثلة وكعمل مستوى الشخص هي جميلة جدا والسرعة تتمتع ان هي بتعرف تعزف على ادواتها الفنية ويتقرج احسن حاجة عندها بتحب تعتمي بالدور بتحب تعتمي بالتفاصيل عموما حصل بنا كيميا الحمد لله جميلة جدا جدا ده برضو شجعني في المسلسل ده دايما انا عامر دول مختلف تمامان خالص ده مدرس ومن وجهة نظر ان هو بيحاول ان هو يلحن المنهج او يغني المنهج عشان المعلومة تثبت في دماغ الطالب من وجهة نظره ان ده احد الوسائل لتقريب الشرح للطالب فده برضو حاجة جديدة جدا انا اول مدرس من المدرس خلص في حياتي فده من ضمن الحاجات اللي استفزتني فنية اللي اعملوا لما عادت مع مجدي العوالي عادنا على الوراء ورسينا على الشخصية والتزالنا بعض العاجات اللي كانت موجودة واتفقنا عليها فطبعا مش اول تعاون بين مجدي العوالي كان تعاون على مستوى المسرح في كايرو شو الحمد لله رب العمين ده كان اكتر مختلف تمامان على كنت بعمله قبل كتب موسيقى والله بصي المنتج الفني سلعة ولولا اختلاف الازواق دبارة السلعة هتلاقي في ناس معيدة وفي ناس معرضة وفي ناس عجبها المسلسل وفي ناس مش عجبها المسلسل وفي ناس عجبها اداء فلان وناس مش عجبها اداء فلان الاختلاف ده جميل جدا بالعكس ده يخلي فيه تنوع فني زي ما بيجوه موسيقى والله الناس كانت مبسوطة بالدور بتاعشكيم الاسكندراني وحبين الكاركتر ذات نفسه لانه هو في حاسه ده هو حقيقي لانه في بعض المحامين نفس الكاركتر ده او محامي اللي هو السلم او محامي الاحوال الشخصية او محامي اللي هو موجود في المحكبة طبعا المحامين محترمين جدا ومن كل انهم كل الاحترام والتقدير ولكن هو بيبقى شغلته انه هو بيلحق موقف او بيترافع في قضية صغيرة مش كبيرة في الاحداث القضية كبرت طبعا زاد من اللازم فتحط في الموقف فده كان جميل جدا الناس حابت تتابعوا موسيقى 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 من احسن مخرجين الكوميديا في مصر احمد ميكي موسيقى جميل جدا وعبقاري بردو وميكي بالمناسبة لا فنان شامل مخرج وممثل ومزيكة رابر فلا حد فاهم جدا طبعا مبروك الصدق جميل جدا موسيقى موسيقى الثانية سامع عنها حاجات كويسة فبالتانية لازم اشوفه طبعا شغل الزمله ده حاجة جميلة جدا طبعا بس نظرا فيه تصوير ونظرا فيه حاجات بنصورة فا تحدي المصورة في المصورة؟ هل على قماشا لو لك راح هتمد معانا يعني بس والله انا ضد التطويل عموما عودت المط في الأحداث لان بيجي بيعمل نوم للملل عموما طبعا عودة الخمستاشرات والسبع حلقات والثلاث حلقات اتمنى برضو انهم يزيعون يظهروا تاني أو يرجعوا تاني. ده حاجة جميلة جداً. هتخلي فيه تنوع في الأفكار. هتخلي فيه إنتاج كتير. حكايات كتير. مسلسلات كتير. تمثيل كتير طبعاً. فبالتالي ده حاجة جميلة جداً. لا أولا بصها هو رامز صاحب عموماً يعني. رامز ده أنا بحبه هو مؤمن على المستوى الشخصي. بس حتة مقلب رامز دي أنا فاهمت زينا هكنا بنعمل مقلب وبتاع فعارفين موضوع المقلب يعني. فبس لا يعني كان نزيز. أه لا طبعاً طبعاً. أولا بص حاجة يا جواء. هو موابلة فلدان دي عموماً بالنسبة لأي ممثل من جيلي موابلة جميلة جداً طبعاً. لأنه بيحس بنوع من النوستالجيا اللي بيفتقدها عبر الأيام اللي هي اللي موجود فيها. لأن فاندام من الشخصيات أو من المؤسلين العالميين اللي ارتبط بيهم المؤسلين عموماً. بشري في فيديو أو بفيلم فولاني أو بفيلم معلاني أو بكاركتر. فبالتالي أنت أولا بتشوفيه بتحسي بالحكاية دي. طبعاً ما كانش هممي لمقلب ولا أي حاجة. المهم ما أنا أعود مع الراجل ده أنا أتكلم معه. يعني يمكن حتى في الحلقة ما جابوش كل الكلام اللي أنا أتكلمت معه لأنا كنت حسنة أنا يعني بتفرج على فاندام اللي أنا شفته وأنا عائلة صغيرة. لبداً لبداً لبداً. والله يبصي وأتعرض عليها السنة اللي فاتتها السنة اللي قابليها. بس أنا كان اعتراضي أنه هو ما يبقاش نفس الكونسبت. لأن كده كده ناس حبت الكونسبت الأولاني وتفرجت عليه. فبالتالي لما يتعرضت تاني بنفس الكونسبت أكيد حيفشل عموماً يعني. فبالتالي كان من ضمن اختلافي مع الشركة الإنتاج أنه هو يبقى الفكرة جديدة. والله حالياً بصور في فيلم رامز مفهول وفيلم اسمه رامزيس باريس بطولة هيفاء واهبي ومحمد سلام ومحمود حافظ وحمد المرغاني وأنا. آآ 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 بس.